ازيكم اشترك معكم على اليوم القناة وانتك ميوتسين على اليوتيوب هنشرح ان نرضى الدرس مميز ومهم جدا هنستعرض فيه طريق التسيع الانترنت الى اقصى سرعة بشكل ملخوص جدا على جميع انظمة الويندوز في البداية قبل معلومك الطريقة حابب اوضح لك حاجة عشان تفهمها كواس جدا احنا نسرع سرعة الانترنت ولكن مش هنسرع سرعة التحميل بمعنى بمعنى بحمل فيلم او لعبة صورة التحميل اللي انا اخذها من الشركة بتحمل لي واحد ميجا في الثانية ده انا مينفعش ازيده علشان ما نمشيش وراء اوهام مش هتردينا لاي فايدة او مش هتوصلنا لطريقة ولكن احنا هنسرع الانترنت هنسرع تصفح الانترنت معنى ايه معنى ان مواقع زي جوجل فيسبوك تويتر يوتيوب انستجرام المواقع دي كلها هتبقى سريعة سريعة ازاي سريعة في الطرف الفاتح سريعة في التصفح سلسة من جوا الفيديوهات اليوتيوب هتفتح اسرع بكتير شوف الفيديو بشكل اسرع يعني باختصار كل التصفح اللي احنا عمله على انترنت هيتم بشكل اسرع غير انت متعود تمام الموضوع هيتم ازاي انا حب ان انت تفهم الموضوع دا هيتم ازاي او ماش ازاي دلوقتي انت بتفتح ايه موقع بتوع تاكتب الموقع هو جوجل دوت كوم بيفتحener جوجل دوت كوم هل hacemos هو اسم جوجل دوت كوم اوぜHE الشئ الوحيد اللي يوصلиля الى جوجل دوت كوم مصوح جوجل دوت كوم وكل المواقع اللي هي اللي هي الشكل الدومين ده سرق موقعي انتك فيسبوك هو ليه رقم رقم بيميزه زي رقم الاي بي زي رقم تليفونك ما بيتكررش رقم ده يعني جوجل دوت كوم ليه رقم شبه رقم القلبي اللي هو شبه رقم واحد تسعة تنين فاصل ستة تمانية بس رقم طويل بتيجي خدمة اسمها الدي الناس الدي الناس دي وصيل بيننا وبين المواقع دي عشان احنا صعب نحفظ الارقام دي يعني انت صعب مسلا لكنك ما هنفترض ان انت في مدينة وبتقدر توصل اي شخص من رقم تليفونه ده طبيعي لا انت بتقوله بس لا انا عايز محمد محمد كازر هو بقوله خلاص محمد كازر ده محمد احمد ده رقم تليفونه كذا اتفضل من غير ما تعمل موضوع ده فانت بتقوله اللي بدي ان اسأل عايز جوجل دوت كوم هو بيقولك خلاص انا هعرف لك رقم جوجل دوت كوم وبعد كده انا هفتح لك الموقع ده طب ازاي انا انا هشيل موقع جوجل دوت كوم ده كله وسا نحط رقم الي انت شافه ده شايفاك رقم الانت شايفه رقموا ده مش هتحافظ طبعه رقم رقم حلومه في اول جودة كل موقع cd كلو موقع من الي الموقع انت بتستخدمها لياها رقم مختلف فانت لو ضغطت على الرقم ده انت فتحي فتح جوجل دوت كوم هو نفس الموقع فانت كياه فهمت ان جوجل دوت كوم هي الرقم الي انت شفته من شوية ولكن ال DNS هو اللي بيجب لها الرقم ده انا بكتب Google.com والDNS ده بيجيب لي الرقم ده طيب العملية بتتم ازاي انت لو تحب تخش تكتب Google.com الكمبيوتر بتاعك بيسأل مزاود الخدمة بتاع الانترنت الDNS اللي عنده هو Google.com رقمه كام؟ بيقول له والله Google.com رقم اللي انت شوفته بالوقت رقم تاني بقول له تمام بياخد الرقم ده ويحطه وبعد كده الخلق على Google.com طيب العملية دي بتبقى بطيئة؟ اه بتبقى طيئة على حسب شركة المزاودة لك او الDNS اللي موجود في الشركة دي. فاحنا البناء عليها هنعملين؟ هنستخدم DNS من شركات عملاق شركة زي شركة Google شركة زي شركة OpenDNS مشهورة جدا دي تابع Cisco شركة زي CloudFair دي بتقدم لك الخدمة دي. فلما الخدمة دي تبقى مقدمة من شركة زي شركة جوجل فبالتالي وصولك وفتح المواقع يوب اسرع بكتير من وصولك من مزاودة الخدمة بتاعك. اظن انها الموضوع اتفاهمت او انها القصة اتفاهمت عشان ما تمشيش بس فيديوهات من غير ما تفهم. طيب هنغيره ازاي؟ هتروح لعلامة الوهفاء اللي عندك Click Main بعد كده Open Network and Sharing Center ده لو انت في Windows 10 بعد كده هيفتح لك الخيارات دي. هتروح لي Change Connection Properties وبعد كده هتنزل تحت هتلافي حاجة اسمه IP Settings هتضغط على Edit وبعد كده هو عندك Automatic هتشيله وتقوله يدوي او Manual بعد كده هتقوله IP Version او IP V4 هتدوس عليها هتنزل تحتنا هتلاحجة اسمها DNS و DNS هتروح على طول للموقع عندنا تحت هتلاحها هتطلق لستة في الموضوع بال DNS بال DNS تبع الخدمات الكبيرة دي من ضمنها DNS شركة Google DNS شركة Google سهل جدا عبارة عن 8 4 8 بيتفصل بينهم علامة . وتحت بيتكتب نفس الرقم بس في اخر رقمين بيبقى 4 وبعد كده بتقوله Save 8 8 8 8 8 8 8 4 وبالشكل ده انت بكون ركبت DNS الخاص ب Google DNS مش هدفه بس السرعة في DNS من شركات هدفه الحماية في DNS هدفه الخصوصية ان المواقع ما ترقبكش في DNS بيمنع المواقع الاباحية لو حطيته ما بيفتحكش المواقع الاباحية ولكن احنا بدنا نكس الآن على السرعة فافضل حاجات اناسي بتاعك افضل المواقع اللي بتقدملك المواقع ده DNS يفضل تستخدم بتاع Google طيب انت مش هندست انه وعاست وصلها بطريقة تانية سهلة جدا هتروح لي Control Panel اللوحة اللي انت شايفها اللي هي Control Panel بعد كده هتروح له Network and Sharing Center هتغط عليه ضغطة بعد كده هتروح لشبكة الوي فاي اللي عندك هتغط عليه ضغطة وبعد كده هتروح لي Properties أو خصائص هتلاقيه بالشكل ده هتروح لي IP version 4 هتجي هنا هتفعل له خير ده انا عايز استخدم DNS هتحط له DNS الجديد اللي هو الخاص مسلا بGoogle الخاص باي شبكة الرقم الرقم اللي انت هتلاقيه موجود في رابط الفيديو الرقم اللي انت هتلاقيه في وصف الفيديو بعد كده هتقول له أوكي هتقول له أوكي أو close خلاص انت ركبت DNS كان DNS Google DNS حماية اي DNS انت بتحتاجه بيركب بالطريقة دي وبكي هتكون انت صراحة عميت التصفح بشكل كبير جدا ده كان شرح النهاردة ربي يكون عجبك أو استفدت منه لو عجبك الفيديو ما تنساش اشتراك في القناة وتفعل سير الجهاز عشان وصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تابع موقع انتك بنأزع موقع شرحات وموضوعات ما بننزلهاش على القناة ده اللي كان عند النهاردة شوفكم في فيديو جديد مع السلامة